اشتركوا في القناة نعم هذا وقد شارك في الحفل معاليا السيد باولو جديس وزير الاقتصاد البرازيلي ومعاليا السيد جيلسون ماجدو وزير السياح البرازيلي بالاضافة الى نخبة من كبار المسؤولين في برازيليا من اعضاء الكونغرس البرازيلي وممثل وزارة الخارجية البرازيلية رفع سعادة السفير في كلمات التي ألقاها اسماية التهن والتبركات الى مقام جلالة الملك المفدى بظهر الله ورعا وإلى سمول العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى حكومة مملكة البحرين وشعبها الكريم بمناسبة احتفال مملكة البحرين بالأعياد الوطنية كما استعرض سعادة السفير مدى النمو المستمر للعلاقات البحرينية البرازيلية خلال السنوات الماضية والتي توجد بزيارة التاريخية لفخامة الرئيس جاير بوليس نارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الى مملكة البحرين والنتائج الإيجابية والمثمرة لتلك الزيارة التي تم خلالها الافتتاح الرسمي لسفارة جمهورية البرازيل الاتحادية في الملامة بالإضافة الى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها الدفع بمستوى العلاقات الثنائية في كافة المجالات لعلاقة دابت قرابة نصف قرن متطلعا سعادته لمزيدا من التقدم والنماء في العلاقة المتميزة بين حكومتي البلدين والشعبين الصديقين من جهتي ألقى معالي السيد باولو جديس كلمة قدم فيها التهاني والتبركات بمناسبة العياد الوطنية لمملكة البحرين معربا عن ارتياحه للتقدم الذي شهدته العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية والتوسع الملحوط في التبادلات التجارية آملا بالمزيد من التقارب في العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في كل البلدين والمزيد من التعاون خاصة في مجال استخراج وصناعة البترول والمجال الصناعي مبديا معاليه رغبته في زيارة مملكة البحرين في أقرب فرصة ممكنة اشتركوا في القناة